موسيقى نبدأ تجولنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة اليوم السابع المصرية التي نقرأ منها طائرات من دون طيار تنقل الدم إلى المستشفيات السويسرية في نهاية العام جاء في تفاصيل الخبر أعلنت شركة ماترنت الأمريكية عن بدء استفتام الطائرات من دون طيار في نقل الدم والعينات الطبية الأخرى إلى المستشفيات السويسرية بحلول نهاية عام 2017 وتطوير محطة تسليم ذاتية مخصصة للمستشفيات وستحول الطائرات من دون طيار محل خدمات البريد السريع وإلى صحيفة الأيام البحرانية التي اخترنا منها لكم روسيا تخلد مخترع بندقية الكلاشنكوف كشفت روسيا النقاب عن تمثال ميخايل كلاشنكوف مخترع بندقية الكلاشنكوف التي تشير بعض التقديرات إلى أنها السلاح الأكثر فتكا على الإطلاق والعلامة تجارية روسية الأشهر في الخارج ويجلس تمثال كلاشنكوف على قاعدة في ميدان صغير بطريق غاردن رينغ المزدحمي في موسكو ونطالع من صحيفة الخليج احتجاج طالب لجوء إيراني يعطل 245 قطارا في ألمانيا تسبب تسلق طالب لجوء إيراني جسرا حديديا في مدينة كولونيا الألمانية احتجاجا على رفض طلب لجوءه في تعطل مئات رحلات السكة الحديدية في ألمانيا بسبب إغلاق الجسر أمام حركة القطارات جراء عملية الاحتجاج وصحيفة البيانة الإماراتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم علماء يعدلون جينات أجنة لدراسة النمو الإنساني المبكر استخدم علماء بريطانيون أداة تعرف بكريسبر كاست ناين لتعطيل عمل أحد الجينات في أجنة عمرها بضعة أيام لاختبار قدرة هذا الأسلوب على فك شفرة وظائف جينية مهمة في النمو الإنساني المبكر وتثير هذه التقنية جدلا محتدما على الساحة الدولية بسبب المخاوف من أنها قد تستخدم لصنع أجنة بالطلب ختاما مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية أتاري تعود للحياة بلعبتين جديدتين قررت شركة أتاري للألعاب الإلكترونية إطلاق لعبتي فيديو جديدتين أحدهما إعادة تصنيع للعبة أتاري الكلاسيكية والثانية لعبة جديدة تماما تحاول بهما العودة لأيام مجدها حين كانت الإسم الأول في تصنيع أجهزة ألعاب الفيديو ترجمة نانسي قنقر